يقع البحر الميت عند ملتقى الأردن وإسرائيل وفلسطين وهو أخفض وحيرة في العالم. نظراً لارتفاع تركيز الملح في الماء، يمكن للجميع بسهولة التفو على سطح مياه البحر الميت، مما يجعله أيضاً أحد أشهر البعالم السياحية في الأردن، حيث يجذب العديد من السياحة المحليين والأجانب كل عام. لكن درجة الحرارة في البحر الميت تتجاوز الأربعين درجة هذا الصيف. مما أثر على السياحة البحلية. نتمنى أن لا يكون الجاو حاراً جداً، على رغم من أنه لا يزال بإمكاننا القيام ببعض الأشياء للهروب من موجة الحار، مثل تجنب الخروج وقت ظهيرة أو اختيار الخروج ليلاً أو في الصباح الباكر. لكن نعم، الجاو حاراً جداً وليس مناسباً للسفار. في محل الهداية التذكارية السياحية في منطقة البحر الميت، قال مشاغل المحل إن المبيعات هذا الصيف تراجعت بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها في السنوات السابقة. الموسم هذا أجد خفيف لأن درجة الحرارة أجدت كثير مرتفعة ويختلف عن السنوات اللي مضت. وكمان السياحة والزباين، وعيدة الزباين كمان أجدت مش كثير قوية. يعني نسبة المشتريات خفت عنا عن الأبل. وإن شاء الله نتمنى أنه لقدام شوي من شهر قبل شهر تسعة وعشرة في سيزون. إن شاء الله أنه بعوضنا عن الأشهر الأجد. وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن جمعية الفنادق الأردنية، فقد انخفض معدل حجز بعض الفنادق في منطقة البحر الميت في الأردن من 75% إلى 55%. وذلك نظراً لارتفاع درجة الحرارة، كما انخفضت حجزات الفنادق في المدجعات السياحية الأخرى. طول حياتها السياحة في الأردن كانت موسمية. خلال فترة الصيف أصلاً بنزل عدد السياح. الفترة كنا متوقعين أنه يكون نسبة الأشغال الأفضل، إلا أنه حتى الـ 69 أو الـ 65 اللي حققناها في بعض الفنادق. حسين الهلالات أشر إلى أن السياحة الأردنية شهدت رواجاً قوياً في النصف الأول من العام. واستفادة من زيادة الطلب على السفر الناجي مع رفع قيود السفر بسبب كورونا في جميع أنحاء العالم. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردنية، فقد بلغ دخل السياحة الأردنية في النصف الأول من العام الجاري 3 مليار دولار أمريكي وأربعمائة وستة وخمسين مليون بزيادة قدرة 59% عن نفس الفترة من عام 2022. وعلى الرغم من أن درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف قد أثرت مؤقتاً على الأداء، إلا أنه يتوقع أن تستهل صناعة سيحة في الأردن جولة جديدة من النمو بعد الصيف. والحمد لله في نصف إشغال عالي جداً خلال فترة شهر سمتمبر وأكتوبر ونوفمبر، يعني قد تصل حتى في فنادق البترة إلى نسبة 100% في الفنادق البترة.